خياران لا ثالث لهما يجد البنك المركزي اليمني وضعه بالغ السوء أمامهما وأحدهما مرن الأول يتمثل بالإعلان عن إفلاس الاقتصاد اليمني وانهيار الدولة اقتصاديا أما الخيار الثاني فهو رفع الأسعار ليقسم بها ظهر المواطن وتحديدا الفئات الفقيرة بدرجة رئيسية والتي تتجاوز نصف سكان اليمن خصوصا في ظل عدم مصادر الدخل وانتشار البطالة وإطالة أمد الحرب حيث يأتي تحذير الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع وانضمام ملايين اليمنيين لقائمة الفقراء وهو ما تؤكده دراسة صادرة عن البنك الدولي أن 20 مليون أصبح الآن في تعداد الفقراء في اليمن انهيار الريال اليمني أمام الدولار منذ يومين أصبح بداية لخطوات حثيثة تتجه نحو إعلان الانهيار الاقتصادي بعد تراجع الاحتياطي النقدي إلى حوال 2.3 مليار دولار وهو أمر سبق وحذر من تداعياته اقتصاديون مؤكدين أن انهيارا اقتصاديا وشيكا لما تبقى من آثار الحياة في البلد ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وصارمة تستعيد استقلالية وحياد المؤسسات المالية وإعادة تحصيل موارد الخزينة العامة ومنذ ألقت الحرب بذلالها الثقيلة على البلد تلقى القطاع الخاص ضربات موجعة أبرزها الدمار الذي طال المنشآت والبنى التحتية مثل المطارات والموانئ والطرق والجسور وندرة النقد الأجنبي الأمر الذي يصعب معه تمويل الواردات ناهيك عن التهديد والابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق القطاع الخاص ومصارفه وتقدر كلفة الأضرار بالقطاعين التجاري والصناعي بحوالي 39 مليار دولار في بلد يصنف بأنه من أشد الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور تمضي سلطة الأمر الواقع التي لا تفقه شيئا في أبجدية الاقتصاد إلا الفيدة والغنيمة بحربها ضد اليمنيين غير عابئة بالكوارث الاقتصادية ومتغيراتها الخطيرة على وضع البلد وبنيته الاقتصادية الهشة فهل سيجد هذا البلد مخرج طوارئ للخلاص والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من أسس ودولة وبقايا اقتصاد لما تبقى من حياة اليمنيين